نيابة عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس وملاء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل حضر سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة حفلة تكريم السنوي لفرق الإنقاذ للموسم 2023 الذي نظمته المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية بهذه المناسبة صرح سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بأن الكوادر الوطنية العاملة في مجال الإنقاذ والسلامة لهم كل التقدير لدورهم المهم في تعزيز السلامة لمرتدي الشواطئ وممارسي الرياضات المائية وفقا لأفضل الممارسات في هذا المجال بما يسهم في الحماية من المخاطر وحفظ الأرواح منوها بما تقوم به المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية من جهود مستمرة هدفها رفع مستوى السلامة والوقاية من الحوادث والإصابات أثناء ممارسة مختلف الرياضات المائية وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة ورفع الوعي بتدابيرها حماية لأفراد المجتمع وسلامتهم أشار سموه إلى الحرس والاهتمام الذي يوليه سمو الشخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة الدائم بدعم مختلف مسارات عمل المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية ومشيدا بجهود كافة العملين في المؤسسة ومنتسبيها والمتطوعين في حماية الأرواح وتأمين سلامة ممارسي مختلف الرياضات المائية خلال الحفل ألقت سمو الشيخ نيلة بن حمد بن إبراهيم الخليفة المؤسس ورئيس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية كلمة أعربت فيها عن الشكر والإمتنان للسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل على رعايته لحفل تكريم فرق إنقاذ المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية لموسم 2023 كما أعربت عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على تفضله نيابة عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بحضور الحفل أشارت فيها إلى الإنجازات العديدة التي تحققت بتكاتف فرق الإنقاذ والمتطوعين بإخلاصهم وجهودهم المتفانية لضمان سلامة جميع مرتدي الشواطئ في مختلف أنحاء مملكة البحرين مؤكدة بأن المسؤولية جماعية لمواصلة رفع مستوى الوعي وإنشاء مجتمع يتمتع فيه كل فرد بالإمكانات والمهارات اللازمة لحماية نفسه ومن حوله قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة نائب وراء الحفل بتكريم فرق إنقاذ المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية بتقديم دروع الشكر للمنقذين على تفانيهم والتزامهم بتوفير الأمن والسلامة لمرتدي الشواطئ في المواقع الستة التي يتم فيها تواجد خدمات إنقاذ المؤسسة ومنقذها والتي تغطي مختلف محافظات مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المتطوعين في محافلة كثيرة لما يقدمونه من رسالة نبيلة جاءت ثماره تكريم المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية أشكر اسمو الشيخ هيسى بن سلمان بن حمد لتشريف رعاية الحفل اليوم وأحب أشكر كل المنقذين والمتطوعين من المؤسسة لعملهم اللي قاموا به السنة اللي مضات وهو عمل واضح وعمل متعب في بعض الأحيان في الصيف خاصة لكن أحب أشكرهم كلهم وهنيهم على عملهم هذا المهم هذا الحفل السنوي الثالث اللي تقيم المؤسسة حفل التكريم هذي يكون مخصص عادة حق فريق الإنقاذ حق المنقذين اللي هما مع المؤسسة الملكية ولكن في هذه المرة شملنا فريق المتطوعين بما أنه وصل فريق عدد المتطوعين في سنة 2023 إلى 200 متطوع من مختلف الأعمار ومختلف الجنسيات قدم منتسبوء المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية إلى جانب المتطوعين جل جهودهم بتوفير الأمن والسلامة لمرتادي الشواطئ وسجلوا بذلك قصصا من التفاني والإخلاص والبذل في العطاء وخدمة الوطني والمواطن أنا جدا سعيدة في تكريمي اليوم في مؤسسة الملكية للإنقاذ وأنا حبيت أن أتطوع من حبي إلى مساعدة المجتمع وأنا وائد فخورة في نفسي اليوم كمتطوعة أنا سعيد جدا بهذا التكريم هذا التكريم يعطينا دافع معنوي لجهودنا في 2023 يعطينا تحفيز إلى أن نقدم أفضل إلى 2024 إن شاء الله فالحمد لله جتني الفرصة أنضمتي إلى المؤسسة الملكية والإنقاذ وعلمونا شلون ننقذ وشلون نسوي سعافات أولية أم تكريمي اليوم للحصول على أفضل منقد تطورا لسنة 2023 طبعا أنا انضميت لهذه الشغلة لأن أنا يوم أنا كنت صغير للأمانة صالتني أنه غركت كذا مرة وأنقذوني كذا شخص فأنا ما حبيت هذه التجربة المروعة أنه تحدث الأشخاص غير فحبيت أن أن أنضم لهذه المجال أن أنا حافظ وساهم في الحفاظ على حياة الناس في بلدتنا الحبيبة البحري تضمن حفل التكريم السنوي للمؤسسة الملكية للإنقاذ والسلام المائية تسليط الضوء على ما تم تحقيقه من تقدم ومنجزات طوال مسيرتها مع التأكيد على الحرص المتواصل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والمتعلقة بالسلامة المائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر